أخذ مقدمة سريعة. الـ Object Oriented Program. محتوي على Classes. فأنا بإمكاني أخذ Class معينة. بس أخذ Class معينة. بعمل Instance. إذا عملت Instance وبقلاس بطاطيني Object. هو Object 1 مثلا. فعندي أحد الـ Classes اللي بتهمني مثلا بيهمني Class اسمها Link. معرفة في داخل الـ Robotics Toolbox. الـ Class هاي اللي اسمها Link. أنا ممكن أعمل منها Instances. يعني إيش بعمل Instance؟ يعني بعرف Variable جديد. الـ Variable الجديد هذا هو Object. الـ Object هاي اللي Class تبعته Link. فأنا بأخذ كل الأشياء اللي هو معرفها عن الـ Link. فإفرد أنا عرفت Link مثلا. L. خلينا نسميها L. فL صارت Link. هلأ هادي Link في إلها. في إلها A. في إلها D. في إلها Theta. وفي إلها Alpha. هدول إيش بنسميهم؟ Attributes. فأنا عرفت Instance سميته L. إذا ما بدك تسميه L سميه اللي بدك ياه. سميه مثلا L A فرضا أو L C. L C هي Instance of the Class Link. هي نفسها إيش؟ Object. It's an Object of Class Link. فإذا عرفت Instance. يعني حالة من الحالة. ممكن أعرف كمان إذا بدي مثلا L F و L G مثلا. هدول كل هم Links مختلفة. أنا بعرف إنه كل واحدة من هدول في إلها Attributes. هلأ الـ Attributes تبعت هاي راح تكون مختلفة تبعت الـ Attributes تبعت هاي. بس لازم كونها نفس structure. إلها A و D و Theta و Alpha. وممكن أعرف مثلا initial values وهكذا. هلأ هون أنا مثلا كمان معرفها إنها Revalute. في حين هاي أنا ممكن أعرف لها A مختلفة و D. هلأ هون إذا عرفتها Revalute ما فيش عندي Theta. ما فيش عندي. يعني Theta هون إيش راح تزير؟ Variable. في حين هذوق راح يكونوا Construct. هلأ كمان بعرف Link تانية. بهاي اللينك بعرفها وأحد الـ Attributes تبعتها بعرفها إنها Prismatic. فD تبعتها بتسير Variable. فباللحظة اللي بعرفها فيها ما في حاجة أعطيها قيمة D. ما في حاجة أقولها شو D. لأنه هي بتفهم إنه D Variable لأني عرفتها على إنها Prismatic. لكن لازم أعرف A وبعرف Theta. وبعرف ألفها. فمتى معرفتها إنها Prismatic صارت D Variable. نفس الإشي هون. Theta صارت Variable. والبقية هذول كلهم صاروا Construct من هنا. هلأ عندي كمان Object. Object مختلف تماماً. في Object تاني راح يكون اسمه Serial Link. والSerial Link بقدر أسميه إنه هو مجموعة الـ Links. LC مثلاً. وLF وLG بترتيب معلم. فما في حاجة أرد. أنا أبني هذا الـ Object. Serial Link وأعرف كل Link فيه. أنا ممكن أكون معرف مجموعة Links من هون. فجمع Links هاي اللي جمعتها من هون. هلأ هذا طبعاً له Attributes مختلفة. Serial Link له Attributes مختلفة عن Link. فبعرفه على إنه مجموعة من Links بطريقة معينة وبترتيب معين. مثلاً أنا جيت قلت إنه أول Link راح تكون هي LC وتاني Link LG وهكذا. فهو مباشر بعرف. بعرف إنه هذا الـ Object لي جيت سألته. ممكن أسأل أقول له هل هذا R. فكأنه إيش بقول؟ هو بعرف لما أنا عرفت هدول الـ Links. R. 3. R. P. R. 3. Degrees of Freedom. كمان هون زي ما حكينا ممكن أنا أسأل سؤال معين عن هذا الـ Object مثلاً. وأسأل أقول سيرة الـ Link هاي. ممكن أسأل من هون أقول is. سفري كان يعطينا الجواب يقول لي مثلاً one أو zero أو أسأل أشياء تانية عن الـ Links هاي. ممكن أجي على Link معينة LC وأحط هان مثلاً is. Revolute بعرف إذا هذا الـ Syntax الصحيح. بس هون إيش رح يجاوبني؟ رح أقول لي إنها Prismatic أو Revolute. رح أعطينا الرقم معين لهاي الـ Link من هون. رح نستعمله الآن في الـ Robotics Toolbox. رح نبدأ ناخد Puma 560 مثلاً أو أي تاني أو 3RR اللي عملناها قبل شوي. رح نبدأ نعرف Link Link. رح نعطيه قيمة A وقيمة D وقيمة Alpha. رح نقول له إنه Revolute أو Prismatic من هون. وكاني أحط فريكشن كماناً. وكاني نفس الـ Link هاي أحط عليها فريكشن أخذنا الفريكشن فيها. وحط الفريكشن لأنه كلهم أو فيسكس. بتذكرين كلهم أو فيسكس فريكشن. شكراً لكم. شكراً لكم. شكراً لكم.